شازي بس انت ما قلت ليش اني هي ضعبانة كده. نعم. هي شازي ده ما صارحتنيش اني هي ضعبانة كده. معلش هو ما قليش. طب انا حقولك بقى. التعب ده انا مخترتوش. اللي انا فيه ده انا مخترتش اكيد اني سلم جوزي الواحدة تانية. مخترتش اني بنتي واحدة تانية اللي تربيها. مخترتش اني حميتي حد تاني يخدمها بيه. مخترتش اني شعر يقع ولا ان انا بقى وحشة ولا اني شكل يوحش ولا طولت وقصرت اكيد حموت. مخترتش دفع. ضعي. اكيد مخترتش. بتقولي ايه? انت ممكن في يوم الايام بمكاني. بقى تشرق عليكي طبعا. وميوجعش قلب حد عليكي. بس يا ضعي. المرض ده محدش اصلا بيختاره. المرض ده لعين. عارفة انا ايه لعين? بس ده اختبار من ربنا وانا حبايا. انا حبا الاختبار ده. عارفة ليه? عشان هو خلص مني في الدنيا. بس انا مش حبا لسيبه هو الواحدة ولا سيبه الواحدة ولا سيب السيبك من الواحدة بس اجيت فيه واحد عدردف ده. مش قادر اقولك حاجة اكتر من كده. سميا بقى انت ممكن تكوني سبب سعادة بني ادم تديه له حاجة كويسة تخليه قدر يعيش بدل ما يعيش يقوم ممكن يعيش ثان على اساس السعادة دي. المرض ده الكلمة الكويسة فيه حاجة حلوة قوي. بتعز السقط بنفسه. ممكن البن ادم يشوف نفسه ان هو ضعيف ومش قادر يعمل حاجة ومن الصعب علي ان اخلي حد يخدمي او يخدم حد مني. بس هو ربنا اداني الاختبار ده وانا اردت به. كان في ايدك ان انت تساعد بكلمة. بحركة. بطبطبة بس. ده في ايدك ان انت تعمليه. وتعليه. يعني البن ادم لما بيبقى عندهم المناعة اصلا متوبة ضعيفة. ممكن من كلمة كويسة مناعته تقوى. ويقدر يكمل في الموضوع ده. مقدر ما يموت يوم بعد يوم ممكن يموت بعد سنين. بس انت للاسف مش افضل تعمليه ده. كبتر خير? كيف العينة? بس يا بتي بس. واحنا مختارنوش المرض وما حدش يختار حاجة. آآ ده بيبقى اختبار من عند ربنا كبير وما حدش بيختاره. وما حدش بي هو متل ما ينفعش حد يعني يقول حاجة على المرض المرض ده بالزيت. اي مرض? لا المرض ده بالزيت يعني. المرض ده انا مش بقول ان هو اخره موت بس يعني اللي بقدر يكون فيه بيبقى بناه دام كويس وبناه دام عنده عنده سكره في نفسه جمدة جدا ان هو اكيد هيحارب المرض ده بس طولنا او اثرنا المرض ده. هتلاقسم بس يبقى النفسية يا جماعة النفسية النفسية. الكلمة الواحدة بتأثر. ربنا يعافينا جميعا منه. الله سلام عليكم.